بسم الله الرحمن الرحيم مهم جدا نسمع رأي الإعلام الرياضي ووجهة نظر النقاد الرياضين في هذه الموضوعات الهمة خلال التوقيت الحالي دايما الإعلام الرياضي بيكون لي وجهات نظر مختلفة تماما عن محللي كرة القدم أو حتى الإعلاميين أو الشارع المصري بشكل عام ويني دايما بيكونوا موجودين جوه المطبخ عارفين صناعة القرار بتواجهها إزاي عارفين حيثيات أي قرار بتبقى الأهداف منه كمان ما هو القادم بالتأكيد يكون عندهم أخبار وعندهم معلومات عن الفترة القادمة بالنسبة للكرة المصرية أو حتى كمان متابعتهم للمنتخب الوطني كل هذه التفاصيل وكل هذه الأمور وبالتأكيد أيضا كمان عن نتكلم عن النادي الأهلي بالنسبة لنا كمان في الفترة القادمة ده الأهم في الفترة القادمة مع ضيفي الناقد الرياضي الكبير الأستاذ أحمد عويس مناور الدنيا أبو حميد وأهلا بيك في قناة الأهلي ربنا نخليك يا محمد وسعيد بوجودي معاك وسعيد بوجودي في قناتنا الأهلي طيب عايز أبدأ معاك في ملفات كتيرة وفي موضوعات مهمة عزين نتكلم فيها لأن المرحلة الجاية فترة التوقف دوري ففرصة لإعادة ترتيب الأوراق من جديد وإعادة ترتيب البيت من جديد والحديث عن استعداد الأهلي للمرحلة القادمة وبعد السيناف المصابقة يوم 25 نوفمبر عندنا مباريات إفريقية فهيكون فيه زدحام في كل المباريات في الفترة اللي جاية لكن أبدأ معاك النهاردة يوم غريب شوي تحس أن فيه حاجة حصلت النهاردة في الكرة الأوروبية يمكن ليفربول ومانشستر سيتي لحقوا نفسهم في اللحظات الأخيرة أو في السوان الأخيرة لكن النتائج مش خسارة الفرق الكبيرة لا كمان خسارة وأهداف وأرقام وبريكورد كبير برشلونة بالسلاسية باير خمسة خمسة تعليقك على اليوم الغريب ده هو الحقيقة أنه لحد لحد الديقة الديقة 87 في ماتش ليفربول كان ماتش أرسطن فيلا كان متقدم واحد السيتي كان خسران من فرق خسران من لستر الأسبوع اللي فاتت تسعة تسعة الحياة الموضوع كان غريب البيرن خسر خمسة ليفنتي كسب برشلونة تلاتة الحقيقة يوم غريب جدا في الكرة ولكن هذه الكرة الأوروبية ما فيش حاجة مضمونة فيها ما فيش حد كبير على الخسارة أو على التعادل كل الفرق بتبقى المباريات عندهم هي مستوى واحد وطول الوقت أنا بقول أن قوة الدور الإنجليزي مش في البيك فايف أو البيك فور اللي فوق القوة الدور الإنجليزي وبرطة الفرق الوسط فرق منتصف الجدول هاي اللي بتعمل جمال ومفاجآت في الدور الإنجليزي عشان كده طول الوقت ما فيش ماتش في الدور الإنجليزي مضمون طبعاً نحن عندنا في الويك إند اللي جاي قمة الأسبوع بين السيتي وليفربول اللي هتحدد بشكل كبير قوي الدوري الراحل فيه لأن لإما ليفربول هيكمل انطلاقته الرائعة حد دلوقتي واحد وثلاثين نقطة من من ثلاثة والثلاثين وهي معتقل ما حصلتش ما حصلتش ما عملهاش بقى لهم فترة طويلة إما السيتي بقى يلحق نفسه ويقل لفرق شوية وهتبقى هي الدافع اللي جاي بعد لأنه بعد المباراة في فترة توقف طويلة عشان الفي فاديت لكل الفرق هتلعب فيها مباريات دولية ودية أو في تصفيات بقى سواء تصفيات أوروبا لأمم أوروبا أو تصفيات أفريقيا لكاس الأمم طيب بس مش غريب بالنسبة لك البارسة يخسر من ليفنتي 3 الباير وتاريخ الباير في القرى الألمانية كبير جدا يخسر 5 كانت بالنسبة لنا غريب آه تعرض لحالة أحد لعبيه تعرض للطرد في الدقاءة كلها من المباراة لكن نتائج غريبة حتى ليفربولو نهاردة هو بيلعب وبيكسب بيكسب بالعافية والآداء تحس إنما آه كسبان ومتحكم في المباراة نفس الأمر لا هو البايرنستان دي الدنيا متزرز المستوى جدا هو الرابع 18 نقطة في الدور الألماني برشلونة حبة فوق حبة تحت زنبول قصابة ميسي في بداية الموسم لسه حد تلوقتي مستوى ما رجعش آه الليفر آه تعصر ولكن كسب آه منشط الدول الإنجليزي مش يعني مش مضمونة قوي بتتلاحق في الآخر يعني آه السيتي نفس الموضوع آه الدور الإنجليزي مش مقياس هي إحنا متعودين على ما بيكساووا طول الوقت بدون من آية مقاومة آه برشلونة وريال مادريد في الدور الأسباني والبايرن في الدور الألماني رب راسكو عن ريال ريال كمان شفية هيا فعنده مطش بيتصدر بيد دوري وكان أتلتكو مادريد بيلعب أشبلية تقريبا من آه يعني شغال دلوقتي وإحنا بنتكلم فأعتقد أنه خلص واحد واحد اللي عدد معي على كل جهاز بيتصدر بيتكو واحد واحد فده فرصة كبيرة للدوري لريال مادريد نتصدر مفرد النهاردة آه هنشوف ريال هيعمل ليه ولكن هو الدوري الدوري الأوروبية كده ما فيش حاجة فيها مضمونة مضمون أوي ممكن زي ما قلت ريال وبرشنة آه لما بيخسرت بقى مفاجئة لكن أي نتيجة في الدور الإنجليز ما بتبقاش بالنسبة لي مفاجئة بالنسبة لك مش مفاجئة خالص طيب انطلاق التريزيجي نهاردة تريزيجي أول هدف لي في الدور الإنجليزي في مرما ليفربول وقد يكون هذا الهدف كان أول انتصار لأستون فيلا على ليفربول النهاردة لكن في الدعاية الأخيرة تغيرت نتيجة المباراة تريزيجي النهاردة أعتقد وضع قدمه بشكل قوي في الدور الإنجليزي لأول حالة مش الجول اللي هيخالة تريزيجي وضع قدمه بشكل قوي تريزيجي بيقدي بشكل ثابت مع أستون فيلا من بداية الموسف أغلب مباراة موجود بشكل أساسي يمكن 8 أو 9 مباراة موجود بشكل أساسي وقاب يتغير أوقات كثير في آخر عشرين دياء ولكن هو موجود حتى أكتر من المحمدي المحمدي النهاردة كان بدي على الدكة ونزل في الديقة 80 تقريبا إنما تريزيجي هو من أول مراح أستون فيلا وهو ليه مكان أساسي تريزيجي من العيبة المهمة جدا في منتخب مصر مهمة جدا وأعتقد إنه هيكمل بالمستوى إن شاء الله إنه حد من نهاية الدول وتأخر كثيرا كان موجود في الدور الإنجليزي يحصل من ثلاثين ثلاثة كما كان عنده مشكلة الإدارة يعني الماركتنج بتاعه كان سيء جدا جنبي يبدأ يتفاوض مع كل الفرق وفي الآخر بيخسر كل الفرق السنة دي الماركتنج بتاعه زبط شوية المدير أعماله زبط وليه مستقبل إن شاء الله كبير في الدول الإنجليز عندنا صلاح حجازي ترزيجي محمدي كل ما يكون عندنا أكتر من لها في الدول الإنجليز بتأكيد حاجة مميزة جدا طيب النهاردة هتدنا بلافات كتير هتكلم معاك عن معصر الأهل في الإمارات والاستعداد بالنسبة لمرحلة الجاية عندنا عايزين نتكلم برضو عن اللوايح في الفترة اللجاء فترة دكتور أشرف صبحي وكان كلام مهم جدا الحقيقة وكانت جلسة أعتقد أنها جلسة مسمرة جدا جلسة مهمة جدا والحقيقة دكتور أشرف من الناس المهزبة اللي بيجبرك على احترام يعني حتى بتختلف معاه طوله ممكن تختلف معاه في بعض الأمور ولكن هو الحقيقة شخص محترم يحظى كل احترام وتقدير من كل الوسط والحقيقة بيشتغل 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 كتير يعني بيحاول يعمل حاجة طيب أبدأ معاك بمعسكر النادي الأهلي في الإمارات أولا فوائد هذا المعسكر في هذا التوقيت وتوجه الجهاز الفني إلى إمارة دبي تحديدا لإقامة هذا المعسكر والأجواء مش خافية عليك أنت عشتها فترات طويلة في مناسبات كثيرة في الفترات السابقة وأكن الأهلي موجود في مصر نتيجة وجود الجماهير هناك بكسافة وحب وشياء الجمهور للأهلي إلا ما بيكون موجود في الإمارات والحقيقة أكتر أنت الأهلي أنا بعرفش تمرّم جماهير هناك بتمرّم بجماهير ده حقيقي هناك أنت الأهلي هناك بتمرّم بخمس تلاف متفرّج ونتمرّم بأرقام يعني أنت ممكن تروح هناك الأهلي لو عمل تقسيمة بين الأحمر والسود تشيرتات الأساسي والاحتياط الأهلي هتلاقي في خمس تلاف متفرّج يتفرجوا على المتش الحقيقة كان معسكر مهم جدا لكسر الملل لمدة التوقف طويلة جدا حتى لو زي ما قال كابتن سيد عبد الحافيز ولم يوجد مباراة وديها تلاعب كان لازم الفرقة تخرج من الملل ده لأنه كمان عندنا ماتش مهم جدا يوم 30 نوفمبر معنى نجم السحلي والحقيقة واضح أنه فيلر مكتوب عليه أنه هو يعني لما يخرج من فترة إعداد أو يخرج أو يجي يمسك الفرقة في الأول لازم يدخل في مطبات صعبة يعني هو جي ميسك الأهلي بعد أسبوع راح لعب المباراة بتاعة دور الـ 32 في دورة أبطال أفريقيا وبعدها بأسبوع لعب السوبر وبعدين لما بدأ يتحسس الدنيا والفريق يزبط والأداء يزبط والدنيا تبقى تمام فترة توقف طويلة جدا فيبدأ يعمل فترة إعداده وكأن الأهلي بيعمل فترة إعداد نواله جديد وده الحق أمر صعب جدا أن أنت توصل بفرقتك لتجانس كبير وطوب فورم والفرقة خلاص بتمشي وبتعمل أداء وبتكسب وهي يعني من غير ما تفكر الأهلي خلاص أنت ما بعيناش الأهلي بنزل مضغوط وإحنا لا الأهلي بدأ زي الزمان لعب الاريحية آه أنت الأهلي هيكسب كام ومين اللي هيجيب لجوان وتطور مزهل في أداء اللعيبة ففجأة بيقف الدولي في فترة طويلة المباريات بتقف فالحقيقة ده أنا وجهة نظر الرضاء الجميع المنافسين قبل المشجه قبل المحبين يعني المنافسين كانوا خايفين جدا من النادي الأهلي مستوى والتطور المزهل اللي وصله أداء النادي الأهلي أتمنى أن فيلر يقدر يحافظ على ده وفكرة السفر لإمارات وقامة معسكر في الإمارات فكرة مهمة جدا ورائعة عشان يكسر الملال آه طبعا يوم سبعة أو يوم تمانية الدولين هنضموا المعسكر المنتخب والأهلي هيرجع الفريق الكبير لازم طول وقت يقدم لعبة دوليين الأهلي عنده 13 لعيب خارج الفرقة 10 مع المنتخب الأول و3 مع المنتخب الأنبي غير العالي معلول وقاله ديانجل فنص الفرقة فعلا زي ما أنت قلت مش موجود ولكن إن شاء الله الأهلي قادر على أن يحافظ على المستوى اللي أدى به ونشوف مباررة إعفرة النجم بإذن الله أنت قلت ممكن أن الأهلي أو حتى خبراء القرى كان أجموع على هذه الجزئية أكثر المتضررين من توقف الدول طبعا طيب فترة تعامل فيلر قبل انطلاق المسابقات الإفريقية والمحلية كانت حوالي 10 تيام ما قدرش طبعا أنه هو يقدر ينفذ خططه أو أفكاره بنسبة 100% لسه ما تعرفش على إمكانيات كل اللي عيبة في شكل جيد التدريب البدني والتدريب الفن والخطط يجوه الملعب تأثيره ما ظهرش بنسبة كبيرة ممكن التوقف ده يكون فايدة إيجابية أنه كمان يقدر يدخل في أجواء الفرقة أكتر ومعسكر الإمارات يعني هو معسكر الإمارات آه طبعا هو بيفضل يتقلل الضرر هو معسكر الإمارات وما وجود معاه تقريبا قوام الأساسي للفرقة بيفتقد رمضان صبحي بس أن القوام الأساسي وآيمن أشرف وآيمن أشرف ولكن أنه مع القوام الأساسي أعتقد أنه العشر تيام أو الأسبوع بتاع الإمارات هم دول اللي فيلر هيقدر يعمل فيه كل اللي هو عايزه مع الفريق ولكن بعد ما يرجع من الإمارات هيفتقد نص الفرقة وهيأخدهم قبل تقريبا قبل ماتش النجم بوسبوع يعني البطولة الأفريقية تخلص يوم 23 بس في دوري بعد البطولة الأفريقية ولا على الماتش أعتقد أن في دوري في ماتش دوري 25 أو 26 وبعدين ماتش النجم الساحلي فأعتقد أنه الفترة دي هي اللي هيقدر فيلر اللي هي فترة معاشكة الأمارات ينفس فيها المطلوب من اللعيبة بتاعته ويحفزهم بقى جمل جديدة ويحفزهم حاجات جديدة والحقيقة أنه آه الفترة توقف في مصلحة النادي الأهلي ولكن 50% إنما 200% في صلحة الفرقة الأخرى الفرقة الأخرى هتستفيد من 200% نسبة الأخطاء كتعند الفرقة الأخرى أكتر من عندك فبالتالي محتاجين يستفيد مقارنة آه بالتوقف في صلحة الفرقة الأخرى الحقيقة الأهلي لو استفاد 50% إن فيلر هيبدأ يشوف والحقيقة أنه إنه لو خدت فيلك ما تشات فيلر مع الأهلي كلها هو بيشوف الفرقة يعني هو شاف الفرقة في الهوارات الرسمية مظبوط فمش محتاج يتعرف على العيد هو شافها وتعرف خلاص فما كانش برضو محتاج فتباط التوقف قد كده فالحقيقة أنه نتمنى أنه ما تأثرش على الأهلي في صلحة التوقف الطويل طيب في جزئية تانية بنتحدث فيها برضو في أداء فيلر مع الأهلي في المباريات الأخيرة الرجل عنده مرونة في تغيير طريقة اللعب لو بتعمل تقرير عن مدرب بيقود فريق وفلسفته في إدارة هذا الفريق مش قادر تمسك الفلسفة دي في اتجاه إيه بالزبط يعني هو فلسفته دفعية ولا فلسفته هجومية ولا فلسفته الكرة الشاملة لأنه يلعب كمية مثلا ميس باس كتير كمية قصد باسات كتير أنت عايز تمسك فلسفة معانة تعرف بها إمكانيات المدرب أو المدرسة اللي بينتمي ليها لو بتعمل تقرير صحفي عن ريني فييلر في أول 35 يوم أو 45 يوم لا هو فييلر في أول 35 يوم كان بتعرف على الناد الأهلي هو في يعني آخر موتشين لا إداء إجابة لفلسفة مدرب بيقول فرقة طبعا هو بيلعب الكرة الكرة الشاملة بيلعب كرة الفرقة بتحرك في كتلة واحدة ما فيش ارتباط بمراكز يعني أنا كانت مشكلة لمعلى سارتي إن أنا وأنا قاعد بتفرج على المhodش في التلفزيون أو وأنا باتفرج على المhodش في المدراجات إن أنا عارف إن الأسارتي لما تحصل مشكلة هيغير فلان، ينزل فلان وهيغير فلان ونزل فلان وهينقل رمضان يجيبه في الأمين يودى حسين الشمال يعني خلاص أنا لو أنا أقعد على الدكة هعمل اللي بعمل لو سارتي أو عم سيد وهو بتفرج هيعمل اللي بعمل وصارتي لا فيلر عنده حلول يعني فكرة ان انت في مبارات السوبر فجأة بتلاقي جون رؤى جاي بلعب رأس حربة وبيغار الطريقة وما بيعتمدش على مهاجم ثابت وبيبدأ يلعب من تحت وبيلعب بتاع تحركات الرباع الهجومي ما تعرفش مين فكرة وجود مجدي أفشة طول الوقت بلعب تالت جنب ديفندرين أو بتقدم شوية الحقيقة ما تعرفش هل هو بلعب 4-3-3 صريحة أو بلعب 4-2-3-1 صريحة فالحقيقة فيه مرونة اللعيبة وفيه مرونة ده بيحصل جوا الملعب يعني انت مش ملموس هي اللعيبة نفسها هو بيحرك زي قطع شطرنج بيحرك بمجرد ان يحرك قطع شطرنج من حتة الحتة معانة فاللعيبة اوتوماتيك بتبدأ تغير طريقة اللعب وبتلعب بالطريقة اللي حسب مغير الترس حط ده هنا فبقت الطريقة كده جاب ده هنا فبقت الطريقة كده فده بي يعني اوقات بتلاقي رمضان هو اللي بيقطع اوقات بتلاقي حسين هو اللي بيقطع اوقات بتلاقي اجاية طول الوقت بيبقى تحت تعرفش الاهل بيلعب طول الوقت دلوقت بيلعب بالمهاجب الوهمي مفيش راس حربة وصريحة عشان كده بدأنا نشوف رمضان صبح بيجيبي جوال كتير بدأنا حسين طول الوقت كان بيجيبي جوال يعني بتلاقي تحركات هم كلهم راس حربة يعني انت بتقول انه بيبدأ في التشكين ولكن في الاخر تلاقي الثلاثة اللي يلعبه في الحتة الهجومية إلا ثلاثة روز حربة فتلاقي كله ماتش التلاثة بهذهدفه بالسبوط... يعني هل يتلاقي ايه؟ أجيب يهدف حسين الشحاط يهدف ايه اهلا في الصبح يهدف فأنتدرا مش إنه فيه في صحابة اللي يلعب من الدلاعة أوقات بيغير ويلعب برص حربة صريح وليد أزاره وأوقات وليد أزاره يلعب وبياخد نفس المهام اللي بياخده جهد روز حربة لكن مع اختلاف المهارة فما بعرفش يقدي نفس الطريقة فممكن الدنيا بتتغير شوية في المالك تقدر تقول ان القواعد السابتة اللي كنا دائما بنسمحها من زمان على الكورة والمدربين خلاصة تقصرت وتغيرت؟ في كل حتة تغيرت يعني ما بقاش فيه فكرة انه دي الطريقة كذا فبيلعبوا كذا لا يعني ما فيش دلوقتي يعني مثلا انت النهاردة تفرج على ليفربول مثلا كمسالة بما انه الموت شرصة خالف فرمينيو اللي هو محطوط على الاسترايكر على الورق وعلى الخطة ما بتشوفوه فتمنشار خالص معظم الوقت كان على الاجناب او على الاجناب ما بتشوفوش خالص فما بقاش فيه زي زمان انت بيتلعب الكابتن محمود الخطيب رأس حربة جناح يا ايمن كابتن مصطفى عبدو بيجري على الخط كابتن شب عبد المنعم جناح ايصر او كابتن مختار او 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 ما فيش كلام ده دلوقتي كابتن مثلا كان كابتن ريحة في الزمالك بيلعب على الخط كابتن عني خليل رأس حرب ما فيش ده او دلوقتي انت في حرية في حركة ما فيش اجناحة سبتة واو قد بيها في اجناحة سبتة يعني انت حسب طريقة اللعب وحسب انت بعيس تختارق الدفاع ازاي الفرة اللي قدامك هل عندها العمق ضعيفة بتلعب في العمق هل عندها الاطراف ضعيفة بتستخدم علي معلول ورحمد فتحي او علي معلول ومحمد هاني او بتستخدم القطعم من العمق الاختراق من العمق الحقيقة ما بقتش زي زمان انت بتوع تفرج على الماتش بتستكشفه مع المدربين الكبار واحتقد الفايلر منهم بتستكشف الطريقة والماتشة غالي طيب من ضمن الاستكشاف والقواعد اللي بتكلم عليه وخلاص معظمها تقصر يقولك المدرب اللي بيجي محتاج مثلا محساعة عشر مباراة عشان تحكم عليه او يشوف الفرقة بشكل كويس او محتاج مثلا ثلاث شهور على ما يعرف امكانيات الفرقة او يتعود على جواب في مصر او مدرب بسا جاي مش هو اللي كان مسؤول عن الفرقة في مرحلة الاعداد فوصبر عليه ان المرحلة الاعداد البدنة والفن مش هو المصول عنها فمحتاج ممكن ياخد دور الاول كله كلام ده بنسمعه من فترات ومن سنين كل الكلام ده في اول خمسة واربعين يوم مع فيلر في الاهلي ما شغطش منه حاجة فهو فيلر كسر عكسه تماما صح الحقيقة انه ده هو دي يعني الكلام ده ما هو قاعد الحقيقة انه انت ما ينفعش تحكم يعني انا واحد من الناس ما كانش ينفع اقول انه فيلر وحش لو لقدر الاهلي خسر السوبر ده الراجل كان جاي يوم التلات لعب السبت في غينيا الاستوائية ولعب الخميس او الجمع السوبر فما ينفعش تحكم عليه انما هو بسرعة جدا يعني الحقيقة وده بيدول انه هو جاي يشتغل وجاي يقدم نفسه بصورة رائعة الحقيقة انه انا هنا برضو قلت انه انا بعتذل لمجلس دارة الاهلي انه انا احد الناس اللي كنت متحفش وقال اختيار فيلر لانه ايه ولكن الحقيقة فجئنا قلنا ساعتها التاريخ في الاهلي تحديدا لا يرتبط بسي في لا هو فجئنا الحقيقة وبرضو لا يعني فكرة الدولار طالب سي في اه مش مش تاريخ الاهلي كده مش مش مقياس ولكن انت لما بتجيب سي في كويس بتريح الناس نفسه اه ولكن فيلر حقيقة قصر كل الكلام ده يعني اتمنى اتمنى انه فترة التوقف ما تأثرش يا رب تزدنى اه على الناد الاهلي طبعا فكرة بس احنا يعني بنتكلم مع الجمهور فكرة القواعد اللي انتو بتسمعه ولحنا بنسمعها وانا حتى بنكتبها في منشتاتنا فعناونا لما بنسمعها من خبراء الكورة انا بقولك في الخمسة واربعين يوم لقيتها كلها تغيرت لقيتها كلها تقصرت لقيتها فيه افقار جديدة فيه مدارس اوروبية جديدة فيه مدربين فيلر صغير في السن انت لو لا بص كل لعيدة الاهلي لعبت في الفاتح بتاعة فيلر الا صالح جمع بس كل من تم قيده في قائمة النادي الاهلي معده صالح جمع وحسين بزبط انما كل اللعيبة بلا استثناء لعبه ولمسوا الكورة في الملعب ولعبه وقدوا وقدوا وراءتك حتى أليو ديانج لعبه وراءه احرز هدف وكان اداءه رائع خلا الناس تسأل بعد جدا فالحقيقة هو ادى فرص لكل اللعيبة خلا الناس مبسوطة الاهلي بيحرز اهداف بيقدم كورة شاملة بيقدم كورة هجومية رائعة يعني ما الكلام كتير على فيلر مش هزيني كده عشان منحسدوش عشان منحسدوش نمسك الخشب طيب مشهد جمهاري الاهلي في الامارات انا من المبارح عمال اتفرج على فيديوهات ولقطات لمصريين عايشين في الامارات حجم الحفاوة والاستقبال والناس سعيدة قوي لنادي الاهلي هناك ده انا عايز طبعا ده شيء طبيعي وبيحصل لما الاهلي بيسفر على طول المبارح عش يعانita تخيان انت لما بتروح انت كاهلاوي الناس بتحتفل بيك ازاي pakו وانت اهلاوي والناس تتعامل معك على انت صاح في اهلاوي فالناس بتتعامل معك على انك اصدقاء هناك كتير طبعا مش عايز اقول اسامي لا انه الاسامي كتير اوي لا صحيح ما لهاش عدد. فالحقيقة الأهلي في الإمارات لا في منطقة تانية. ولما تلاقي يا فرحتنا يا ساعدنا الأهلي عندنا. فالحقيقة تحس أنه الأهلي لما بروح الإمارات. الأهلي بلعب ثلاثة سوبر في الإمارات. حقيقة في الثلاث مباراة هو جمهوره على الأكثر عددا. تذاكر والمدرجات أكبر. وفي ممتشاط يعني دخل على الجمهور النادي التاني وبقى قللوا الأماكن. فالحقيقة لأهلي الأهلي شعبيته جباره. وجود الأهلي في الدول العربية على فكرة يعني لما بلعب في سعودية أو في الكويت أو في الإمارات فكرة أنه الأهلي ما لقلوه شعبيه في الدول العربية. الحقيقة كذب. أنا مش عافة يعني. غير صحيح. غير صحيح. يعني أنت في نموذك حي جدا. أنت الأهلي لعب ثلاثة سوبر في الإمارات. هات الكاميرا والشاشة دلوقتي. وشوف مشهد جمهور الأهلي. مشهد جمهور الأهلي وجمهور أفريق تاني. تتحس أن الأهلي بلاعب فريق. طب أقول لك الحاجة. بلاش الصور. مباراة الأهلي والوصل. لا. ما هو أصدق يعني برضو لأنه أنت حتى منتخب مصر لما بيلعب مع منتخبات دول ودول أصدقاء وأحباء بيلعب دول منتخبات خالجية. أين كان منتخب منتخب مصر جمهور أكتر. تمام. إحنا لأ مصريين في بعض بقى. يعني هات إحنا مصريين في بعض. يعني الأهلي ونادي. إذا مالك أو المصري في مباراة في مباراة سوبر. هتلاقي جمهور الأهلي أكتر عددا في المملكة. ممكن أول مباراة عشان كانت أول مباراة كان جمهور 50-50. والسان هزاع صغير. بس مساحة الفراغات هنا وهنا. إنما الماتش اللي كان في الجزيرة على معتقد. نادي الجزيرة الإماراتي. نادي الجزيرة. لا كان مواضح الفرق. الماتش الثاني لأهلي والمصر اللي كان في هزاع. يعني مواضح الفرق. ناكنا موجودين ساقية وشوفنا المشاكل. فالحقيقة ما فيش مقارنة. فدي بتكسر فكرة إن وجوء الأهلي والأهلي شعبيته في كل حتة في العالم. وشعبيته كمان ظهرت ومش بتكلم في حاجة من سنين. لا مباراة اعتزال فوق الأنور في السعودية. طبعا. ملعب بالكامل كان كل جمهور نادي الجزيرة. الحقيقة دي دي ما هو أنت برضو بتبدأ في حاجات كده بتتقال ومع الوقت الناس بتصدقها ومحدش بيرد عليها فمحدش بيرد عليها في تعامل. محدش بيرد عليها عشان مش عايز يخش في المقارنة لإن الناس عارفة الحقيقة من اللي الشعبية جريفة يعني فخلينا نعدل منطقة دي عشان مش حايزين ندخل في جدل بلد يعني. طي. لكن الجمهور أكيد دفع معنوية للفريق في المرحلة الجاية. طبعا. طبعا. وأتمنى ان يبقى فيه مباراة والدية النادي أهليها طبعا صعبة لانه الأهلي عايز يلعب مع فريق من أنديد الدوري. الخارج العربي شغال دلوقتي. والدوري شغال وفي مبارح كان فيه قمة العين والجزيرة. فأعتقد حسين الشحات حضر المباراة. اه طبعا. طبعا. عمل أجواء جميلة في السيد هزيع. حسين أنا شفت جمهور العين بتعلمها ازاي لان انا حضرت كاس عامل الانديا السمام اللي فاتت آخر عاد حسين بالعين الاماراتي. وشفت الناس بتعلمها حسين زي حسين كان سفير فوق العادة للمصريين في هزيع وفي جمهي النادي العين. حتى المعلق الاماراتي بالأمس لما شاف حسين الشحات قال لك اهلا يا باشا. طبعا. طبعا. لا حسين من حسين عمل بطولة كاس عامل الانديا اداء كان فوق فوق الرأي يعني. وكان من نجوم الفرقة وكان من المحبوبين. والحق انا آآ يوم ما امير توفيق وقع عقد حسين انا كنت في دبي. كنت هناك. كنت هناك. وعرفت ان امير موجود في العين. فخدت الصديق ليه الحج عماد وروحنا لامير قابلته الساعة اتنين تقريبا في اللي عشان باركله على صفقة انا شايف انها تبقى من هم صفقات الاهلي فقال خمس سنين. ده حقيق. اعلم. ده حقيق. لان حسين مش مجرد لعب. برضو في حاجات كده. وانت بتعدي عليها. حسين الشحات. في لعبة كده انت بتجيبهم وبتبقى عارف هم آآ جايين ناد الاهلي. حسين مش مجرد لاعب هيجي ناد الاهلي. حسين من لعبة اللي عارف يعني ناد الاهلي. حسين من اللعبة اللي بتحب بالاهلي وهو اهلاوي وانا سألت كان في فترة كاسر عاما عملت حوار مع محمد اخو وقالت له هل حسين كان نوقتها في عروض كهيرة من اندية تانية حسين هيلعب لنادي قال ما احترامل كل الاندية وكل العروض حسين لو ملاعبش في الاهلي هيكمل في العين وده فعلا اللي حصل وده بيقول انه فيه يعني ممكن تلاقي طول الوقت لعيبة فعلا ما بتدورش على المقابل المادي من حق اي لعيب نقام مستقبله وياخد مقابل المادي اللي هستحقه ولكن فيه ناس بتبقى بتستحق مقابل المادي ومقابل معناه من دول حسين شحال وهو حتى من اللاعبة اللي كانت قبل مطروح النادي العين كان بيقدر الامكان بيحاول يكون موجود في النادي العين يعني حاول كسير وهي بتأخرت هو يعني يتأخر شوية كل التأخير هو في أخيرة طيب مش ملاحظ الفترة الأخيرة النادي الاهلي وبتعقد مع اللاعبة اه احتياجاتك الفنية اللي انت محتاج عشان تقوّل فرقة لكن في نفس الوقت كان فيه اختيار معين في لمسة اللاعب الأهلاوي اللاعب اللي هو من جواة حس انه عارف يعني ايه روح الفنية للحمر ما هذا اللي أنا بقول اه يعني ده اللي قلتها الحسين ظهرت في التعاقرات حتى في معظم اللاعب أقول اللاعب اللي جات يعني مجد أفشا موجود نموذج حسين الشحات نموذج دي الصفقات أعتقد الأخيرة لنادي الاهلي ايه محمود وحيد نموذج رمضان صبحي لا رب ده أصلا رمضان صبحي في النادي الاهلي من هو فكرة ان هو اللاعب من النادي فمحتاج الروح دي اه طبعا رمضان ما ينفعش نقول على رمضان صفق الأهل يتعقد معاها رمضان رجع بيته يعني رمضان هو أحد سكان قلقة الجزيرة نسبتك جروح ابن النادي في التوقيت ده طبعا طبعا رمضان من الناس اللي اكتشف نفسه تاني مع ريني فييلر أكيد وشوفنا رمضان بيجيبه جوال يعني أنا ما شوفت رمضان بيجيبه جوال بقى لي فترة بقى له فترة طويلة يعني بين نفسها راقب هدف الدولة دلوقتي يعني لول التوقف والمطين اللي اتأجلوا صح رمضان كان بقى من هدفين الدولي طيب في وسط الأمور الجيدة والطيبة دي جات لنا إصابة محمد محمود للأسف ديئتنا وزعالتنا لنجايف توقيت للأسف مكانش كويس ومحمد محمود من اللعيبة الكل بيتنبأ لها بمستقبل باهر جدا ليس فقط لأن محمد محمود إمكانياته الفنية لا إمكانياته الفنية والبدنية وكلعيب ككورة حاجة فوق الوصف وحتى المنتخلهم بالأسف يتأثر بغيابه عن المرحلة اللي جاية غياب محمد محمود شفته إزاي ولمست إزاي اهتمام الجماهير بإصابة لاعب ما لعبش بالفنية اللي تنادي الأهلي في مباراة إلا حوالي دقيقة قليلة والحقيقة محمد محمود لعبة من مستقبل كورة القدم في مصر والحقيقة أنه خفير أجيري شئنا أبينا هو أحد المدربين الكبار في العالم يعني هو طبعا ما كانش موفق جدا مع منتخب مصر وكان أداءه مع منتخب مصر الظروف المحيطة حاولين خلص كان بيقول على محمد محمود أنه من أهم خمس لعيبة خط وسط في مصر وأنه اللعيب ده في الفترة اللي جاية هيبقى حاجة مهمة جدا لأن محمد محمود من اللعيبة لطول وقت بصل أدام اللي هو ما بيبصش في الأرض هو شايف عنده رؤية وحتى هتشوف في ماتشاته مع دجلة الكتيرة وماتشاته مع منتخب الأوليمبي قبله ما يتصاب والثلاثين ديقاء اللعيبهم في ماتش كان تغالباً محرس الحدود أعتقد أو مش فاكل ماتش اللي تصفي اسموحة ماتش اسموحة كان في اسكندريا كان في اسكندريا هو لعيب عنده رؤية لعيب كان سابق سنه مع محمد محمود مالي 98 لعيب متطور جدا وكان هيفيد الناد الأهلي جدا في المنطقة دي ولكن حزن جماهير الأهلي بيقول أنه كان مستني نجم وإن شاء الله هيرجع تاني بعد الإصابة وبإذن الله هيكون من أهم من جميلات الأهلي في العشر سنين اللي جايين إن شاء الله رصدت سورة محمد محمود وقت خروجه من العملية في أمل في تفاول طبعاً وفيها إسرار وفيها عزيمة طبعاً الولد يعني عشرين سنة وبيتعرض لمحنتين فقال من سنة محنتين كبار قوي يعني أي حد في الدنيا يبقى عنده حباط ولكن صورته فيها عمل وتفاول وعزيمة وإسرار الحياة أما أنا مبسوط إن هو لسه عنده الأمل ده وإن شاء الله محمد محمود على بداية الموسم الجديد هيكون من نجوم النهد الأهلي طيب أبدأ بقى أشهر أدخل في التفاصيل اللي فيها تفاصيل أو فيها حاجات مهمة جداً بالنسبة للمرحلة الجاية التناول الإعلامي للقضايا القروية بالنسبة للمرحلة اللي جاية المرحلة الجاية محتاجين نركز عليه أو نتكلم في إيه عشان الإعلام دايماً المفروض أن ندوره يكون إيجابي لو فيه سلبية يبرزها ويعالجها أو يضع الحلول لعلاجها في الفترة اللي جاية إحنا عندنا شهر مفيش في دور مفيش في كورة وإنت خارج من فترة كانت فيه دايماً عندك ارتباك في اللوايح وعدم تحديد اختصاصات في أمور عديدة جداً خلال الشهر ده القضايا القروية الإعلام كيف يتناولها وكيف يضع الحلول لها هو الحقيقة طول وقت الإعلام الرياضي متهم إن هو اللي بيسخن وهو اللي بيعمل الإعلام الرياضي هو مراية للوسط الرياضي يعني لو أنت الوسط الرياضي هادي والدنيا لطيفة ومفيش مشاكل ومتشبت اللعب ومفيش أزمات فالإعلام الرياضي هيقوم بدوره وينقل الصورة دي الإعلام الرياضي شايف خناءات وشايف الملعب مش مريح وشايف مفيش جماهير وشايف حقيقة أنا وجهة نظر إنه أهم قضية لازم الوسط الرياضي بالكامير اشتغل عليها وتتناقش وتحطي لها حلول قبل ما نرجع الدوري تاني في آخر نوفمبر قضية عودة الجامهير المدرجات لأن عودة الجامهير المدرجات تعني عودة كرة القدم لمصر مصر لو رجعت للجامهير رجعت يعني إحنا لعبنا السوبر وده كان أكبر اختبار أهلي وزمالك تلعب جمهور ونجح نجاح باهر والأمن عدى المباراة بصورة رائعة ممتازة خمس تلاف بس يعني خمس تلاف كل مباراة خلي الموضوع مريز جدا انت بدأت بأهم الموضوع طبعا والنهاردة أنا أريت تصرحات للأستاذ عمر الجناني رئيس اللجنة الخماسية اللي بيديري تحد الكورة في الفترة القادمة أو في الفترة الحالية وكلها تقارير صحفية من خلال المواقع الابترونية لنشرة هذه التصرحات في الأعدى اللي كانت معنا ده كانت النهاردة في الاجتماع طيب ايه ايه أبرز التصرحات اللي قالها أو التفاصيل اللي انت سمعتها في هذا الاجتماع هو الحقيقة أنا عجبني تفاؤل أستاذ عمر الجناني يعني متفاؤل متفاؤل جدا الحقيقة وأنا مش شايف أي حاجة يعني تدعو 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 الحقيقة بس دعوة للتفاؤل كويس والرجل عايز يعمل حاجة يعني خلينا نكون واضحين عايز يعمل حاجة ومصمم انه يعمل حاجة وحتى حتى لو ما قدرش يعمل أنا مبسوط انه عايز يعمل يعني هو عايز يعني مصمم ان الجماهير ترجع مصمم انه يطبق الفار مصمم ان الدول ينتظم مصمم هو هيحاول مرة واثنين وتلاتة حد ما مرة ايه يعني ايه يعني ايه عارف انت اللي بينشن مرة ما جاتش التانية ما جاتش التالتة ممكن تيجي فهو هيحاول مرة واثنين وتلاتة في التالتة ممكن تيجي يعني ممكن تيجي وال명이 وفقهو على حضور ۶ 000 لمباراة الاهلي حتي الي وهي يعنى تبا Career الإمبارات الجماهلية binds أ acknowledgement الجماهress عندي الجماهلي والآله يعنى الاهلي ونادي سين من الناسن يحتضر client من الناسن والاهلي لو ال 직ماهري جماهلي يحتضر الارجنطين what is making it at all في موسم المواسم كانت بتجلي القدام الجماهير واحد directive الأول ما بحضرش. اعمل ده. عدي مرحلة بس ان احنا خايفين من الجمهور يدخل وواجه وامن مصر قوي يقدر انه يسيطر على اي حاجة وقادر على انه يعدي مرات بخير والحقيقة عمدينة منظومة بتاعت تذكرتي منظومة رائعة وهتطبق تاني في اندر توينت سري فنشوفها ونكمل عليها لانه اغلب الملاعب بقت مجهزة. عمدنا ست ملاعب مجهزين نلعب عليهم. يعني نلعب عليهم ونشتغل تصراحات الأستاذ عمر الجنيني كانت تبون على اي هول كانت استفسار سؤال لانه كمان في حضور وزير الشاو برنياضة. كلها كانت تسئلة لانه هو الموضوع كان الاول اجتماع للاجنة الاعلامية للبطولة وبدأ وتحول لشبه مؤتمر صحفي ديء يعني مكانش مؤتمر صحفي ولكن جلست مصرحة وكلام. بالضبط كانوا كان عدد كبيرة الحياة من الزومة لصحفين الكبار بقية الأستاذ رئيس لاجنة عمدينة صديق العزيز والأخ الأجوال صديق السماعيل. والحقيقة كانت الأسئلة كلها مسمرة والحقيقة كان إجابات كلها يعني كان فيها حاجات كتير مش للنشر ولكن كانت جلست مصرحة حلوة والوزير دكتور أشوف صبح تكلم باستفادة عن حاجات كتير. وصد عمر الجنين تكلم وصد عسام اسماعيل تكلم ولكن كانت أهم النقطة أنه عايز يرجع الجماهير وعايز يطبق الفار. هل شرح خطوط عريضة أو أمور تنفيذية في الملف ده؟ هو قال إنه تطبيق الفار الناس محتاجة من أربع ست شهور تتدرب وإنه بيتكلف مليون دولار. وقال إنه بدأ فعليا في تنفيذ. هل بقى بدأوا الناس يتدربوا عشان ينفذوا الفار؟ هل بدأ جلات التعاقد؟ هو بيقول إن شاء الله في يناير كل حاجة هتتبقى كويسة. نتمنى إنه في يناير كل حاجة تبقى كويسة. بس صعبة جدا في يناير لأنه أولا هو مليون دولار ده قيمة تنفيذ التقنية ولا الأدوات؟ الإجار بتاع الوحدات. الشركة اللي هتجيب الأدوات. الشركة اللي هتجيب الأدوات. الشركة اللي هي مدة السيزن مليون دولار. السيزن آه لكن التكلفة أعتقد تتخطى الرقم ده. لا ما هي بتبقى عربي. هي اللي حصل في الكاس الأممية. عربيات إزعاء خارجية مجهزة بتتوصل في الملاعب وبيبقى هي دي تقنية الفار. زي ما تعمل في الكاس الأمم هتتعمل في الدولي المصري. أكيد. والملاعب المصرية لإستطافة البطولة كانت فيها وحدات أو فيها غرف. أعمل مجهزة. اتنفذ فيها. غرفة الفار سهل جدا تتجهز في أي استعاد. يعني سهل جدا أن أنت تتجهزها. وفكرة العربيات إزعاء الخارجية المتنقلة. أنت لو عندك كل يوم تلات ماتشاط فأنت لو عندك تلات وحدات ممكن تلاتة في تلاتة في تلاتة. خلاص بها عندك تلات ماتشاط. بعده تسع ماتشاط بطولة 18 فأنت عملت فار لو جيب تلات وحدات بس ممكن تلبيهم فار. طيب دي أول قضية قلت عليها عودة الجماهير. طيب الأضياء القرارة الثانية اللي نحتاجين نشتغل عليها الفترة الجاية. التنظيم. يعني التنظيم الجدوء يعني إحنا قلنا من أول ما بدأنا أنه ما فيش تأجيل. فيش تأجيل. فيش تأجيل. مع أول مواجهة أجلنا. الحقيقة أنه أتمنى أنه طبعا في الآخر هو قرارات أمن. وما حدش أقدر أتكلم في قرارات الأمن. أكيد. ولكن أتمنى أنه ما يبقاش في تأجيل. أو أتمنى أن الاتحاج يقوم بدوره. انتظام المسابقة جزء كبير من نجاحها. أنا عايز أأكد لك على حاجة أبو حميد. الاتحاج يقوم بدوره في إيه؟ ما هو الأمن بيأجل لظرف ما. وإحنا في دار هذا القرار. بس الفترة اللي جاية لما يبقى يكون فيه تأجيل المباراة. اللي التحاج يقوم بدوره ويسكن معاد للمباراة بالاتفاق مع الأمن أو بالاتفاق مع النادي صاحب المباراة. ما طبعا. وبعدين أنت دلوقتي أنت الدوري كان بدأ التوم بتاعه يعلى. بدأت المستوى التي تعلى. وبعدين هوب خلاص نزلت تاني. نحتاج فترة أن تبدأ تطلب الكرفة تاني. فتبدأ تعمل نفس الدروب تاني فتبدأ الكرفة ينزل. فعشان كده انتظام المسابقة هو جزء كبير من نجاحها. جزء بينه النجاح أي حاجة في الدنيا هو النظام. لايحة الصواب والعقاب أو لايحة اللجنة المسابقات والعقاب. ما تبقاش بالكيف. يعني ما يبقاش نحن مش عارفينها لحد دلوقتي. فتطلع بس الأول. فتطلع يعني تطلع للناس. لشانب أنا عارف أنا دلوقتي كابت سيد عبد الحفيز مدير الكورة بالنادي الأهلي. عنده النهاردة رمضان صبحي عمل كذا. فهو قبل ما لجنة المسابقات تجتمع هيبقى عارف العقوبة اللي هتوقع على اللعيب بتاعه إيه. مزبوط. ما بقاش عارف فقنا مستني مزاج أو كيف لجنة المسابقات هي هتحدد إزاي. أنا محدش عارف. الطرد بياخد إيه والطرد إنزالين بياخد إيه واللي اضطرد بعد المتش. يعني فينا استرد بعد المتش. وبعدين في حالات طرد تم إعلان العقوبة بتاعتها بعد ما الأسبوع تلعب. بعد عشر تيار. يعني بعد الأسبوع تلعب. يعني هو أنت بتحد. هو أنا لدلوقتي الأسبوع. أنا مش بطلع العقوبة في أسبوع بأسبوع. طبعا. يعني هي أستنى لما الأسبوع يتلعب وبعدين أقول للعقوبة. فالحقيقة طبعا حاجات سغيرة. فالحقيقة كثيرة مش واضحة. والحقيقة هي برضو في الآخر هي قلة خبرة من حسام الزناتي وحسام شاطر. بس في إدارة في إدارة في خبرات معاين. طبعا. طبعا. إنما أتمنى أن يأخذ فرصته لأن حسام الزناتي شاطر من كوادر الحقيقة القويسة. وفكر تقييم الناس برضو أنه أهلاوي أو زمانكاوي في شغل. لا لا ده مش مقياس. الناس يجب أن تأخذ بالها أي حد هينجح سواء كان أهلاوي أو زمانكاوي أو ترساناوي أو التحداوي. هينجح في شغله هنوى في جنبه. لأنه ده للبلد لانتظامها والكورة. الأهل بيكسب ورئيس تحدي الكورة زمانكاوي بيكسب ورئيس تنجسوها هيكسب هيكسب. يعني مش فرق معاه مين بيقود؟ هو الأهل فرق معاه أنه يبقى فيه نظام. طب ومناسبة اللواحة. ويمكن الناس ممكن تسمع الكلام ده الأول مرة. تتذكر مباراة الأهل وأسوان. اللاهل توقع عليه غرامة بكام؟ خمسين ألف. عشان؟ عشان نزل متأخر خمس دقيقة تقليقا. عن بداية الشوت التالي. طيب في اللايحة ما فيش الكلام ده. اللايحة مكتوب فيها خمسين ألف عن تأخر بداية المباراة. مش بين الشوتين. والحادي مسؤولة الحكم. يعني فكرة النزول. بس قبل مسؤولة الحكم. البيتالي أنا غرامتني خمسين ألف وبناء على إيه؟ على اللايحة. مع اللايحة فيش بقى ملشتين. يبقى على الكاميرا ترقى له. يعني حسب. عشان كده بقول لك. هو ده حسب المزاج. آه. فما تبقاش العقوبات حسب المزاج. تبقى العقوبات حسب اللايحة. اللي انت مفروض. اللايحة دي أصلا قبل ما الدوري بيبدأ. بحد بيروح مندوب منتحد الكورة. أو بتتبعت على الميل الرسمي. على الميل الرسمي. أو بحد منتحد الكورة بيروحوا يسلمها. للجهاز الإداري للنادي. وبيتمضي عليها أنه تم الاستلام. وظبوط. عشان تبقى أنا لما وقع عليك عقوبة. تبقى أنا عارف أن أنا وقعت عليك عقوبة. وانت عارف أنت لقي العقوبة. إنما أنا بتوقع عليك عقوبات. ولا مش عارفها أصلا. يعني أنا مش عارف هيئة. فالحقيقة طبعا. طب تتوقع في الفترة اللي جاية. يعني فترة الشهر دي فرصة. لتعديل اللوايح. أو إعلان اللوايح للناس. فترة الخمسة واربعين سنة اللي فاتت. ما كدتش فرصة إن إحنا نعدل اللوايح. الشهر لا نعدل اللوايح. لا نحن نجح 45 سنة بورا. خلينا في الشهر اللي جاية. يعني ما عدلناش اللوايح. 22-80 سنة بقى لنا بنلعب كورا. بسطة على ذكرة. هنعدل في خمسة يام. لا طبعا ولا أي حاجة. معقولة. ولا أي حاجة. هيرجع الدوري وهترجع على نفس المشاكل. وهنرجع. لا ينفعش. نحن نبس إيه بنقول كلام لطيف كده عشان إيه. هناك مشاكل. إنما تкую ما إحنا شغالينها أعدات عرب وشغالينها بالبلدي. فالموضوع أم. بتمشي. في الآخر بتمشي عشان فيه كبار بيدخلوا ويحلوا كل الأزم. ما أنت في الآخر بتحصل أزمة. تقعد تكبر 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 لحد ما تلاقي ناس كبار اتدخلت حلت الموضوع. حلت إيه بقى حلت الأزمة نفسها؟ ولا محللش أزمة نفسها. لا. سكنت الأزمة. سكنت الأزمة. سكنت الأزمة. فتلاقي الناس الكبار قاعدوا مع الناس الكبار وخلاص الناس الكبار عارفوا انه يا جماعة لازم نعدى عشان إنه ما احنا ممكن نعمل نظام الاول والناس الكبار يفكروا الحاجات تانية المراضي الامر مختلف لأن المفروض عندي لجنة جاية بتوسيات من الاتحاد الدولي وعندها مهام محددة انت عارف الاتحاد الدولي والناس المسئولين انت عارف انه فيه مجموعة الاتحاد الدولي موجودة في مصر لإدارة الناس وبترفع تقرير شهري وانه المفروض اللجنة اللي هي المختارة من الفيفا هي تابعة للمجموعة بتاعت الفيفا وكل حاجة بتحصل فتحاد المصر بتبقى بمعرفة المجموعة اللي بقاتل الأستاذة فاطمة صاموري نهو مشرادين تماما على ما حدث في تأجيل مبارات الألي والزمالك مشرادين تماما على ما حدث في مبارات الدوري وكان عندهم تحفز كامل على اللي حصل وطلبوا انه ده ما يحصلش تاني وطلبوا انه ده ما ينفعش وحاجات كتيرة فمهو الناس عايزين تحط نظام وفيه المفروض مطلوب تعديل لايحة النظام الأساسي تعديل فيه مهام محددة الجماعة الأممية عدد الأعضاء لازم تتغير وحتى التصويت نظام التصويت انه ما ينفعش احنا عندنا نظام التصويت انه مع كل الاحترام لانديت مصر كلها انه الاهلي صوته زي صوت اي اي نادي في الجماعة ده هيتغير هيبقى نسبي هيبقى نسبي كل واحد حسب قدرته اللي بلع في دور الممتاز قيمة صوته بكم صوت والدرجات الأدنى قيمة صوت بكم صوت وده هيتعمل المفروض هيتعمل بس هيتعمل امتى الانتخابات في غسطس اللي جاي حتى الان مفيش اي حاجة تعملت وبرضو انا مش فل جدا على اللجنة برضو عشان برضو ما نظلمهمش الناس جايين عمالين يسدوا في مشاكل هنا ومشاكل هنا تما يجيبوا ناس خبرى للأمور ديت يعني هو كلجنة بتضع استراتيجية يجيب لجان متخصصة تعمل ده يعني انا عمل تعديل في لايحة النظام الأساسي انا كلجنة معينة من قبل الاتحاد الدولي ما هو يعمل ده بس هو عنده الأول يخلي الكرة يعني هو انت هتحل مشاكل ما هو بشكل متوازي ما هو بشكل متوازي اذا كانت ما بتلعبش كرة أصلا ما أصلا اللوايح ملاش رقب الكرة ما هو انت يعني هو انت بيحل مشاكل الكرة وعلينا يحل مشاكل اللوايح يعني ان نبقى عندنا الاختراع اللي انانا نتكلم فيه في الاول ربع ساعة الاختراع اللطيف الي احنا شفنا النهاردة فيه حاجات جميلة جدا برف ربع الكرة اللي شفناه الاختراع اللي بتلعب بره ده هلأ لما noite عندنا لما noite عندنا وبتلاعب عندنا وبنشوف الكرة دي عندنا الحقيقة انه انه مش عشان انا فخوناتنادي الاهلي ومش عشان انا اهلاوي وانده بره شغلي ده انا كشخص مواطن عادي أنا كمشجع من عشان نادي الأهلي هو شخص الوحيد اللي منتظم في المنظومة دي بس الحقيقة منه اعمل عشرة أهلي في مصر وهتلاقي دي الله بقتلطيفة جدا نادي الأهلي بيحاول في الامور دي تتذكر آخر بقالي نادي الأهلي تكلم في ايه تتكلم في طول التفاصيل دي فانت في الآخر ما انت عندك لو انت عملت عشرة أهلي موجودين الأهلي بينفذ المطلوب منه ودوره بمنتهى الحياد ومنتهى الانتظام خلي بقى خلي بقى الباقي يبقى كده هتلاقي الدنيا ما بقاش في أي حاجة يعني ما بقاش في أي أزمات والدوري بتلعب وتيجي يوم الجمعة والست تتلاقي مطشوط دوري بتتفرج في الأجازة كده في الويكيند وتتفرج وتأخذ ولادك وتروح وتتفرج على المطشوط إنما طول ما احنا عندنا مشاكل أصلا بره بره المستطيل الأخدر هنفكر في المستطيل الأخدر إزاي إحنا بنوعا نحل مشاكل قد تفرج على كورة يعني التسعين ديئة دول بالنسبة لنا المفروض إن أهم حاجة في العالم هما تسعين ديئة إنت بالنسبة لك التسعين ديئة دول ولا حاجة إنت بالنسبة لك ما بعد وما قبل بس عشان التسعين دي بتحصل لازي بقى فيه لوائح منظمة طبعا لازي يكون فيه لجان مختصة بتأدي دورها طبعا ما هو أنت بلقت الدوري من غير ما تعمل لايحة الجزاءات يا محمد إحنا بنهزر بتاخد حتة من هنا على حتة من هنا بالضبط كده أنت بتحط طبعا يرجعنا من تاني للجنة المسابقات الموجودة ما هي لجنة المسابقات الموجودة عشان قلت الخبرة فبدأت المسابقة الحقيقة حطوا جدول منتظم جدا وحطوا تسكينات منتظمة جدا ولكن مع أول مطاب قابلهم قلت الخبرة عملوا ارتبقوا عشان كده يعني أنا في وقت بالقواعد قلت يا الحاجة عامر حسين ده بطل يا الحاجة عامر حسين ده يا حاجة يا حاجة عامر حسين ده نعمله التمثال في كل صدات مصر يا الحاجة عامر حسين كان بيحط الحلول هو عارف وهو بيبلغ بالتأجيل وبيعرض الحل طبعا عشان يسكن طبعا قبل ما يالي للناس يعني ارجع للموسم اللي هو الموسم الاستثناء بتاع سان الفاتد ده شوف الحاجة عامر حسين عمل كام حل في تأجيل مباريات الدوري والكاس والبطلات مصبوط هتلاقي مثلا عامر لا يقل عن 550 أكثر من عادة أم السنة يعني عادة أم السنة 365 يوم الحاجة عامر عامر حسين وخمسين يوم فيها هو فرد السنة 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 فالحقال يعني الموضوع يعني نتكلمش على وايح لما نبقى فيه عندنا كورة بنا نتكلم على لا بس بالعكس أنا برضو مصرر على دي أنا أختلف معك أنا الشهر ده فرصة إن كورة الحاجة تتعدل ولو الاتحاد مشهول بكذا حاجة تيجي ناس تدير الأمور دي وتعمل لوائح بجد ما هي لوائح إي لوائح يعني أنت هأهل أعمل لاحة مسابقات صح يعني أنا دلوقتي أنا في 2000 وكام في 2019 تمام ما أخدش لاحة من خمس سنين كانت موجودة من خلال خمس سنين أجل تطبقها السنة ما هو أنت هتحط أعمل لاحة أنت هتحطش لاحة قبل الدوري يبدأ أي لاحة تحطي دلوقتي هما دلوقتي بيقولوا أنهم حطوا اللايحة قبل بداية الدوري أي لاحة تحطي دلوقتي فيها بطلة أو حد شافها المسابقة بدأت مش هتبقى بطلة أصلي الجزاءات معروفة أنا أصد لو في تدارف بالبندو آخر وده حصل إحنا في حالات سابقة عربنا يبدأ أصدك يوضحوا البنود يوضحوا البنود يحددوا الإختصاصات ما هو بقى ما هي سايبينها عائمة عشان التراضي يعني عشان يعني ما أنا مش عايزة أرجع عن نفس الأزمة من تاني ما هترجع لها تاني إنت لو عايز تحلك كنت حالات من الأول هي الفكرة في كده فخليهم يعدوا الموسم اللي هما استثنائي الاستثنائي وإحنا خلاص بقى إينا إحنا عايشين بقالنا دلوقتي السنين كتير كل موسم وموسم استثنائي من أول معنا دور المجموعتين وإحنا في موسم استثنائي فربنا يعني يعدينا موسم استثنائي ولما يجي لتحاد المعين اللي هيجي بعد أولمبياد توكيو نشوف الموسم هيبقى عمل إزاي بس كده أنت بتتكلم إن اللجنة أدوارها الأساسية مش هتبقى لا هيعمل لا هو لازم لازم هيغير في تركيبة الجماعة الأمامية لازم هيغير في لاحة النظام الأساسي هيلأ الحاجات دي أصل الحاجات دي مهام مهام مطلوبة منه مهام أساسية مطلوبة هذا جواب تكليف يعني أنا جاي أشتغل أمسك شركة شركة مدياني الرئيس الشركة مديني جواب تكليف إن أنا أعمل واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة فلو ما عملتش باند باند من بلوديو أنا فشلت فهو هيعمل الحاجات الإدارية هيعملها إن هيعملها مجبر من أخاك الأبطل إنما جوه كورة وجوه نظام الكورة وجوه نظام مسابقات الدوري ويوي مش هيقدر مش هيقدر ده أسهل مما تتخيه يعني أنت هل دلوقتي هو المفروض إن السنة اللي جاية كان دور الدرجة التانية هيبقى 18 فريق أو 22 فريق على معتقد زي زي دور الدرجة الأولى والحدة هيبقى أفضل قرار حصل في تاريخ كورة المصرية هيبقى عندك دوري زي العلم كله دوري درجة الأولى دور الدرجة التانية بيطلع منه ثلاثة وبينزل ثلاثة يبقى دور الدرجة التالتة مجموعات أو مجموعتين تقلل الفرق وتزود المنافس هيبقى عندك قاعدة كبيرة تقدر تختار منها يعني الدور الإنجليزي دوري بريمير شيب أقوى من تشوف مرشاط وقتلال درجة اللحظة الأخيرة تلاقيها و24 فريق بلعبه 46 واسجوع بالظبط فيعني درب نور وتلاقي 6 فرق الفرق بينه من نقطة ونظام الصعود طبعا الحاجات اللي هي اللي بتتعامل دي فأنت لو عملت ده هل هي قدر اللجنة تقدر تعمل ده الوحيدة اللي تقدر تعمل ده اللجنة عارف ليه عشان ما عندهش حسابات ملهاش حسابات انتخابية مهونتا يعني كل مجلش كان بيجي في الصابت كان بيزود عدد المجموعات عشان الحسابات وبيزود عدد الفرق ليه عشان السوط الانتخابي مهي اللجنة جاية باختيارات ناس عندها انتخابات بعد كده بس اللجنة جاية ومكتوب في أهم شروطها إن اللجنة لم تخود الانتخابات اه طيب ايه بس مهون ناس اللي جاية يعني أنا كشخص مليش مصلحة ومش عنز الانتخابات ايه بس اللجنة لانا مش هخدم نفسي ايه بس هخدم غيري بس اللجنة جاية بك ليه مصلحة وكل اللبين بالإشارة يا فهم فأنت مش هتقدر مش هتكلم مش هتكلم مستم ايه يعني يعني نعدل حلقة طيب يعني أنا أنا بتمنى أنا بتمنى الفترة اللي جاية اصلا أقول لك الحاجة عارف الإمارات وحنا بتتكلم على الإمارات الإمارات بتطبق دور المحترفين بس جزر فيجي بتطبق جزر فيجي بتلعب في كاس العالم تحت 17 سنة يعني انت بتتكلم في مطولة بتتلعب دلوقتي أسف جزر سموة تقريبا جزر سموة بتلعب في كاس العالم يعني جزر سموة عندها عندها دور المحترفين يعني أي حتة في العالم عندها دور المحترفين يعني الموضوع ده الناس بتطور حتى في المشروع الأساسي للدوري المحترفين الكورة بقت اقتصاد وبقت فلوس وبقت تجارة تكسب منها فلوس كتير أول لو قدرتها صح وتخسر منها فلوس كتير أول لو ما قدرتها الصح الكورة الوحيدة في العالم اللي بتخسر عندنا رغم أن انت عندك اقتصاد حجم البصريف أكتر اقتصاد كامل ممكن يدور حالين كورة القدم يعني كورة القدم ده منتج مرعب يعني منتج رائع وعندك جماهير أكتر من 70-80 مليون بيتنشأوا على المنتج ده فانت تسويق المنتج ده حاجة يعني في منتجها البساطة بس انت فين إدارتك للمنتج مفيش يعني انت المنتج نفسه بتقدمه ازاي هو منتج حلو جدا جدا ورائع وسترج أقولك على حاجة شوف ماتشات الدوري المصري اللي هي المنتصف دلوقتي بيتبع عاملة ازاي مثلا ماتش تلاعي الجيش وبرامدس لحد الدقيقة 95 ما حتشعرف ان نتيجة الماتش كان حقيقة ماتشات حلوة جدا ونتاجها رائعة انت في الآخر الماتشات دي لو فيه الف متفرج بس في الملعب انت بتشوف ماتشات مهمة جدا لو في نقلة تلفزيوني بجودة اتش دي زي اللي عملناها احنا مصر قادرة انها تعمل كل حاجة عندها كل امكانيات عندها كل امكانيات بس في الآخر احنا منستسل انت في كاس الأم الأفريقية انت قدمت افضل بطولة كاس أمم في تاريخ أفريقيا ده حقيقي واللي جاية يبقى عصب على اي دولة تنظم نفس الشكل صحيح اي دولة تنظم نفس الشكل صحيح انت 24 فريق الملعب مليانة النقل التلفزيوني رائع دخول وخروج الجماهين رائع انت استضافه على اعلى مستوى وانا كنت مسؤول في احد احد مجموعة سويس الاعلام في مجموعة السويس الناس الصحفيين والناس يعني الحقيقة مبهورين طبعا بعيد عن خروج المنتخب لان انت في فرق من مستوى التنظيمي ومستوى الفان مستوى التنظيمي كان اكثر من رائع خلصت كاس الأمم خلاص مع انك الحقيقة ان انت لو كملت بدا كنت قدمت دوري دور المصري كنت سهلت على نفسك سنين كثير والدور مصري هو دوري قوي ودوري مهم واحد اقوى الدوريات في منطالة العربية اللي بيكون اقوى على الاطلاق ما ينفعش احنا الدوري المصري اللي هو يعني ان الناس من المحيط الى الخليج مستنية مرشاته يبقى بالكده يبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده دوري قوي وعندك فرق قوية وعندك 7-8 فرق السنة دي عندها القدر ان هي تعمل مرشات حلوة قدام بعضها ده حقيق ليه بتخلي المنتج في الامارات كانت لجنة بقيت ربطة بص المسمى الصغير ده يعني في الامارات بيطبع دور المحترفين المسمى بتاع الشركة اللي بتدير المسابقة هي اسمها لجنة عملوا تعديلات في المشروع الاساسي ربطة ان ده محترفين يعني الناس اصل عندها دور محترفين فيقولك انا ها اغير ليه في المشروع من عندها اصلا دور محترفين لا الناس بتبص لدرجة اعلى بتطور المسابقة بتاعتها انا صعبان علي ووالله وحنا بنتكلم خد الدور المصري واطلع به تحت ربط ان ده محترفة بتديره ولجنة مصابقات محترفة بتديره وخلي الاتحاد الكورة بينظم الكورة ومنتخبات خكامه والحاجات دي هيبقى عندك دوري قوي طول ما الاتحاد الكورة هو اللي بيديل المسابقة وطول ما الدنيا رايحة جاية اعتقد ان الموضوع مش هيبقى هيبقى زي ما انت شايف كده انما لو فيه دوري محترفين ونحدد الوقت النادي الوحيد اللي عمل رفصة النادي المحترفة هو النادي الاهلي ده حقيقي انت بقى لك بعدك اترخصة مؤقتة لكل الانديا السنة دي تم اعتمادها بشكل رسمي من الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري بل بالعكس الاتحاد الافريقي بيحط لك الحد الابنى طبعا الاهلي تخطى الحد الابنى مرحل اعمى انت الاتحاد الافريقي كل سنة بيطلب الرخصة عشان ما فيش حد بيشارك في القطوة الافريقية الا بالرخصة الانديا المحترفة فليه احنا الحد دلوقتي ما بنعملش دوري يلخص أن الأندية محتاجة افصل القطاع الكورة عن الأندية وسيب الأندية اجتماعية زي ما هي زي الفل ودي لها ناس زي ما شفصل قطاع الكورة بس ده أمور كتيرة جدا أي قطاع كورة اقتصادية بقى وماليا وكله من أهمال الميزانية بتاعتك معروف مصدر الفلوس جاية منين شركة وما فيش عليك مستحقات تفعية أماكن من أخرى طبعا تبقى شركة كاملة شركة تديل الكورة طبعا هتبقى تحت مظلة النادي يعني لأن انت بردو في الآخر عندك بردو ما هي انت عندك مشكلة من الأندية ملك الدولة فهي بردو الفكرة انت تفصل والاستثمار في قطاع كورة القدم الأندية ملك الدولة في الموضوع محتاج شغل كتير طب هل الإعلام الرياضي خلال هذا الشهر مش هيكون ليه دور في الضغط لإجراءة هذي الأمور لحل هذي الأمور ممكن طبعا ولا الإعلام هينشغل بقى بص عدخلك بقى في التخاصيل اللي هي اتحد بيجي في سرطك ولا ايه اه بيجي طبعا كتير بيجي في سرطة اللوات عشان فتحنا ملفات بس مهم طبعا هي الإعلام دايما بينشغل وانت قلت في باية كلامك كجملة مهمة جدا دايما الإعلام برئاه اللي بيحصل في الواصل أنا بلاحز دايما ان الكل جي نشغل بمين كابتن المنتخب فتح يوافق ولا صلاح عايز ينبس الشارع ولا صلاح موافق ولا موطرت الجهاز الفن هيوافق على دولة أنا شاف كل داي قضايا فرعية بنضيع وقت في امور يا احمد مش محتاجة مش محتاجة مش محتاجة لا بس قضايا اتطرحت ما هي قضايا اتطرحت فلازم تلازم تناقشها هو دلوقتي هو احنا اللي قولنا ان في قضية الكابتن المنتخب ولا الجهاز الفني هو اللي راح ناقش مع احمد فتح القضية يعني هل احنا جينا من نفسنا رحنا قولنا لا يا جماعة فتحي هو الأحق بانه يبقى كابتن منتخب مصر فهيطلع حد يقول يا عم انت مجنون وحد يقال غير كده انما لما حد يقول غير كده مجيش تقولي انه مجنون يعني لما جانا رد عليك واقولك انه فتحي هو الأحق بقادة المنتخب وهو بتاريخه واحد اتنين تلاتة اربعة فهتقولي انت مجنون ايه ما نعرف انه فتحي هو الأحق انما لما انت تيجي تقولي لا وعليش فتحي هو الأحق يعني ايه كنت على جنب بس و ايه ومحمد صلاح ويبقى كابتن فلو ما ظهرش رد الفعل ده ما كانش حصل انه الجهاز الفن المتخب من مصر قال انه لا ده الموضوع مش حقيقي بقى منه حقيقي وحصل تب لأ اهلك اعلام بيكبر من الموضوع لانه هو موضوع كبير بس انا جاي فيه موضوعات اهم ايه زي ايه زي اللوايح زي المسابقات ما احنا قلنا اللوايح مهونتق مهونتق مهود دي قضايا مش حقاب بعضها ايه بقى الأهم او المهم هو الجمهور اللي بيحكم الجمهور اللي بيحكم طبعا الجمهور هو اللي بيعلي قضايا هو اللي بي هدلاتب أنتب شيئ لCOM公 bul من المسابقات ونحط اللوايح ولايحة عقوبات وقعدين كده بنشرب قهوة ونسمع فيروز ونرصد مكافآت اللي طلع اللايحة إنما أنت في مجتمع بيتخانق مع دبان وشه كل خمس دقائق فأنت مش فقط نشرب قهوة أصلاً كوبات الأهوة بتدلق عليك بس دلق الأهوة خير طبعاً طول الوقت الموضوع في مشاكل فهدي كل المشاكل دي والحقيقة اللي أنا شايفه أنه في اتجاه عام للتهديئة والناس كلا تشتغل والناس كلا تشتغل وأتمنى أن هذا يحصل وأنا ياني أنا ح pilon وهو أنا موفق على هذا الاتجاه العام للتهديئة ولكن بعد أن كل واحد يغتحقه بالناد الأهلي يغتحقه بعد كده اتجاه العام للتهديئة بقى لطيف جدا أنا موفق عليه أنا شخصياً موفق عليه إنما تهدئة في حاجات انت لو في خراج وحصل استقصال لي فانت بتساصل الخراج خلاص انت بتخف بتاخد انت بايتك وخلاص تمشي كويس انما انت فتحت الخراج كده ونضفت منه كده شوية وسبته فهيلم تاني وهيعمل خراج تاني وتاني فالحقيقة لما الدنيا تهدأ بس تهدأ على أسس ونظم هترجع في النهاية برضو هتقول كل ده عشان يحصل لازم تحط لائحة عشان تعرف تشتغل عليه طبعا في اللايحة ما بص يا بص يا محمد ايه اللايحة اللايحة هي تحديد تحديد المهام والاختصاصات لكل من هو يعمل في منظومة الرياضة في مصر وتحديد عندنا احنا حاجة اسمها في الصحافة معارة الأخلاق أو بند المساق عمساق شرف صحفي حط مساق شرف رياضي انه اللي يعمل كذا يحصل له كذا واللي يعمل كذا يحصل له كذا ومن دلوقتي يعني احنا قولي ايه مثلا النهاردة هيصدر ميساق الشرف الرياضي اي حد هيتجاوز يتحاسب وحاسب الكبير قبل الصغير لما تعمل ده هي دي بقى اللوايح هي دي اللوايح اللي بجد انما اللوايح مش مش نادي دخل بعد المطش بخمس دقائق فياخد خمسة وتلاتين الف جنيه ونادي الشربات مع الطعف يعني دي دي قصص لتنظيم المسابقة انما اللوايح والقوانين اللي هي لايحة الاندباط اللي هي اصله الرياضة اسمها رياضة يعني منفعش تبقى رياضة واحنا عندنا مشاكلنا مع بعض اكتر ما بنلعب يعني احنا بنحل مشاكلنا اكتر ما بنلعب وده اللي قال دكتور أشرف صبح النهاردة يعني قال احنا يعني طول الوقت بنحل الفشاكل اتمنى ان احنا نفكر في الرياضة شوية جلسة زي النهاردة فرصة وانت بتتكلم عليها وكل كده حديث او كل تصريح بتدينا كده معلومة قالت في الجلسة النهاردة ابرز الكلام اللي قاله دكتور أشرف صبح النهاردة في هذه الجلسة وانستاذ عمر الجليني بالنسبة لكل الصحفيين ووسائل اعلام هو قال انه لازم نهتم جدا بالبطولة وان البطولة طبعا مفيه زخم جماهيري زي زي كاس الأمم ولازم نوقف جنب منتخب اللمبي والحيانة من هنا بقول منتخب اللمبي منتخب واعد وفيه مجموعة كبيرة جدا من النجوم ولازم نوقف جنبه لانه في مهمة صعبة المنتخبات اللي معا منتخبات قوية جدا كلنا شفناها في المغارات اللي هي المؤهلة ومحتاجين من دعم جماهيري والمنتخب ده هو مستقبل مصر في الفترة اللي جاية اعتقد انه بعد نهاية البطولة وان شاء الله تقافلوا للمبياد توكيو بإذن الله مش قال من عشر او اتناشر لعب انهم هيبقوا في القامل الاساسي لمنتخب مصر فكرة التجديد قال انه ان احنا هنعمل تسهيلات في نظام الدخول للجماهير عشان الملعب تتميلي قال انه دي صورة لمصر زي ما قدمنا صورة كبيرة ورائعة في كاس الأمم محتاجين نقدم نفس الصورة في كاس الأمم تحت رات وعشرين سنة بتصريحات هي بفكرة انه محتاجين نتفرغ شوية للرياضة ومحتاجين نشوف نقدم بقى شكلنا للبلد ومحتاجين ننكار ذات من الناس محدش فكر في نفسه وإقلع زي ما قال الدكور عشرة فقال تعديل لا مش شخصية ان انت احمد او ابراهيم او حسين او محمد سعيد إقلع وإلبس جاكة البلد والمصلحة العامة هتلاقي نفسك الدينة تغيرت ده حقيقي محتاج فكر في نفسه شوية هم أقول جملة دي فعلا اه طبعا وقال انه لم أقل الله ما بوجهش كلامي لحد طبعا هو يعني كان بيقول على حاجات كتير قوي على اللي بيحصل في المجتمع ومش خافة على الناس يعني انا بوجهش كلامي لحد وبوجه كلامي للعامة للناس الموجودة كلها والحقيقة هو الكلام كان مصمر جدا انا زي ما قلت في الاول الدكتور أشرف هو شخص مهزب جدا وبيحاول يحل بيحل حاجات كتير ولكن الموضوع يعني محتاج وقفة هو ده جزء ده تقريبا أبرز ما قاله الدكتور أشرف صبح والستاذ عامر الجنيني قال على الفور وعلى العودة الجماهير وعودة الجماهير وقال انه لازم نساند المنتخب الزملاء طلبوا مساندة كاملة من منتخب وطلبوا ان النجوم كبار يروحوا يزوروا المنتخب أكتر من مرة ويساندوا اللعيبة عشان لا يحسين انه هما محدش وقف جنبهم انا تمنى انه منتخب اللون بيحق المطلوب منه مبارات لفتاح الجمعة اللي جاية في صدر القاهرة تمنى ان احنا زي ما كنا بنلاقي ستين سبعين ألف منتخب مصر نلاقي تلاتين ألف مش لازم ستين سبعين عشان ندعم منتخبنا ونقف جنبه ويروح لنباد توكيو ان شاء الله طيب بالنسبة للمرحلة الجاية هل تتوقع استناف الدوري انت قلت خمسة عشرين نوفمبر او الناس كلها عرف ان الاستنافع يبقى خمسة عشرين نوفمبر هل تتوقع الدوري لما يسترف خمسة عشرين نوفمبر الناس حط التصور للمرحلة الجاية بالنسبة للجدول بنفس الجدول اللي موجود ولا يحصل تصور جديد لا اهم يشتغل على الجدول اللي موجود وبعدين هيسكنه ووراة تتأجيل ده كلام اللي تقال البيانة اللي طلع من اتحاد الكورة بعد تأجيل مباريات الأسبوع الخامس على معتقد او السادس الخمس والسادس اه بعد تأجيل مباريات الأسبوع الخامس والسادس قالوا انه هتلم استقناف الجدول حسب الجدول للموضوع والتسكيل الووراة الموجلة هيتم تبقى لما يتفق مع الامن عليه وهي مباراة الاهل والزمان حسن ما الامن يحدد معنا اتحدد بالضبط طيب انا بس ايه في النقط اللي انا متخوف منها ان لجنة المصابقات او زيما ذكرت الاستاذ حسامي الزناتي مشغول بالبطولة وانا كنت اتمنى انا كنت اتمنى بعد الاحداث اللي حصلت الفترة الاخيرة انه يكون الهدف الاساسي للجنة مع رئيس لجنة المصابقات التركيز في الشهر ده على تعزيل كل الاخطاء اللي حصلت انشغال بالبطولة انا اعتقد انه ممكن يكون عنده وقت اصل البطولة برضو مزاي كاس الامن يعني الموجود فيها اقل عدد الفرق اقل الضغط الجماهيري اقل الحاجات اللوجستية اقل وخلينا نقول انه انه انت عندك عندك قطع شهود كبير اوي بكاس الامن انت مجرد بس بتسكن انه اغلب الناس اللي هتشتغل في البطولة اشتغل في كاس الامن في كلها عرفة شغلها والموضوعها مجرد بس ان انت هتسكن ناس في اماكنها والدنيا هتمشي وكاين احنا اجلنا شوية مطشاط عدنا فراحة وبعدين هنكمل على نفس اللي اتعمل في كاس الامن فكل حاجة جاهزة اتمنى لان انا متخوف بس الاتحاد محتاج تركيز اوي افريقية مطش النجم السحيلي في تونس تتحق المطش صعب طبعا والبداية عرف صعب ليه بسبب ظروف النجم السحيلي بالزبط عرف لو في الظروف العادية انا مباشا الان انما فكرة النجم السحيلي عنده مشاكل كتيرة جدا على كل المستويات عايز يخرج منها استقلت رئيس النادي وبعدين استقلت نهاب رئيس النادي وبعدين عارضت رئيس النادي وبعدين مدير يعني جاس فن جديد وجاس فن يمشي ومدير اللي بيمشي ونتائج مش كويسة في الدوري ونتائج ووصل بالعافية للدوري المجموعات وراح يعب الأهلي فالحقيقة انه انه طول الوقت الحاجات دي بتقلقني فيلر انا متوقع جدا انه عارف ده وانه وصل له ده ومبارة صعبة اي مبارة الأهلي في تونس صعبة لان انت بقى مبارة بقى الدربي خلاص طبعا الأهلي يتعود على اللعب في تونس اكيد والعودة بنتائج رائعة من تونس ولكن هي البداية مهمة جدا لفايلر في دوري المجموعات عشان تحدد مصرنا ان شاء الله في اللقب اللي بقى له كتير من 2013 مخدموش والأهلي متعودش في الألفية الجديدة انه البطولة تغيب عنه كده هو الأهلي كان بتغيب عنه سنة اتنين وواعدين خلاص من 2013 كتير زاد ان انت عمل عادت اتنين نهائي ورا بعض وكنت قريب جدا وما قدرتش تحقق اللقب فاعتق ان شاء الله السنة دي فرص الأهلي كبيرة في تحيي اللقب رغم ان هي البطولة الأصعب الستاشر فريق اللي الموجودين في دون المجموعات كلهم أصعب من بعد في عشر فرق او حداشر فريق على ما أعتقد من الستاشر خدوا لقب بطولة قبل كده فالحقيقة صعبة يعني بطولة صعبة وفيهم أسان كبيرة فأنا تمنى انه أعتقد ان الأهلي وصوله لدور التمانية هيبقى يعني الموضوع ان شاء الله سهل هي البطولة هتبدأ مع الأهلي في دور التمانية بإذن الله والميزة في دور المجموعات في مساحة زمنية للست مبرات اه صحيح يعني في مساحة وقت كويس صحيح فعلى ما توصل حتى لشهر مارس كون الفورمة بقى وصلت لمرحلة كيرفي بقى عالي جدا ان شاء الله وعتقد انه بإذن الله أنا متفعل جدا وشايف انه ان شاء الله السنة دي الأهلي هيبقى حمل لقب بإذن الله عشان يروح يالعى الكاسة عاملان ده في الصين في الصين لا 2021 بس لا 2020 اعتقد ان هي لسه لا 2019 2020 زمهية اه في 2021 اه في قطر اه في نظام جيدة تبقى في الصين ولسه الغالية دلت تتحدى لإفريقيا محددش التلاتة اللي في إفريقيا اللي هي القوطة الألية اللي هتبقى تختيرها هتبقى ازاي هل الاتنين اللي يوصل لنهاية دوري أبطال مع البطل الكونفدرالية ولا يبقى الوضع ازاي لسه متحدد لسه متحدد شغل لسه متحدد هيحدده غالبا في المكتب التنفيذي اللي جاي في نوفمبر لو هو يحدده فيه كمان معاده مكان موتش السوفر لأفريقيا بس فيه مشكلة كبيرة هتحصل يوم اللي جاي ايه هي توقيت كاسل عامل الانداف الصين متزامن مع نفس توقيت مباريات كاسل أم الافريقية في الكاميرون 2021 اه هتحل ازاي اعتقد ان هيحلوها ممكن يقدموا يؤخروا الكاف هيقدم ما هو يؤخر لسه مش ما حدش عارف واكيد اكيد ما هو فيه اعضاء مكتب تنفيذي في الكاف هم اعضاء مكتب تنفيذي في الفيفا احمد احمد رئيس تحاد الافريقي هو نائب احد نواب جياني انفنتيرو استحاد دولي فهتحلنه عارف ده وهيحلوا الازمة طبعا مش هينفع تلاقوا الكنين في نفس توقيتها ازاي طبعا لان فيه لعبة دولية بدايتها بازمة اكيد اكيد طب اخر سؤال وحنا بيختم معاك الحلقة مين كابتن منتخب مصري في المعصر القادم احمد فاتح لا قولا واحدا ده رأيك لكن الجاز الفاني حسامها طبعا حسامة بدري قال كده قولا واحدا المنتخب المصري منذ نشأته والان ده حتى المصرية منذ نشأتها بتعتمد نظام الاقدمية طالما انت بتعتمد نظام الاقدمية فه احمد فاتحي هو الكابتن الاول اعتقد او لا حجازي انني موجودة الاقدمية على فكرة في حجازي انني حجازي واحمد الشناوي لو موجوده في متخبة اقدم محمد صلاح لانه دي ابو بدا وماشر برازيل مع برادلي قبل صلاح اعتقد وخلينا في حاجة مهمة جدا محدش اخذ بالو منها كابتن محمود الخطيب وكابتن مصطفى عبدو تقريبا على ما اعتقد يعني على ما اتذكر وكان فرق بينهم ربع ساعة كابتن محمود الخطيب بما له من كل هذا التاريخ والبطولات وي 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 وحقق ما لم يحققه احد وكان كابتن مصطفى عبدو كابتن عريف منطقب مصر واللي شيل الكاس الامم في ستة وتمين كابتن مصطفى عبدو طبعا جاب ايد كابتن محمود الخطيب وشلوها مع بعض ولكن كابتن الفرقة في النهائي كابتن مصطفى عبدو كابتن محمود الخطيب كل تاريخه ده ما اعتردتش سأل مشكلة كتطلعة من خلال ومش محمد فتحة هذا ده احمد فتحة تاريخ طويل قوي 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 ده احمد فتحة لع pianos وهو لعب المصري الوحيد اللي حقق كل البطولات مع كل الاندية اللي لعب لها ولعب كل البطولات في العالم ولعب كل البطولات احمد فتحých لعب كاس عالم 15 سنوات كاس الأمم أولمبيات كاس العالم كبار كاس أمم كبار كونفدرالية دوريه أبطال كاس عالم بالاندية كاس العالم للاندية يعني الحقيقة أنه تاريخ تاريخ يعني حتى أنا مرة كنت أهزر معاه فأقول له أحمد فيه بطولة ما خدتهاش كونفترالي إنه كانت وقتها ماشي راح اللعب تاريبا موسم في فريق قطري وبعده رجع فقالي لأ أنا لعبت لحد برده 16 رجله في البطولة رجله في البطولة فحق البطولة ولعب لعب في بطولة حده 16 فطبعا أحمد حقق بالدورة أبطال أفريقيا حقق سوبر أفريقي حقق دورة الكنفترالي الأفريقية كاس أمور أفريقيا الكبار كاس أمور أفريقيا صغار شارك في كاس العالم شارك في الأمبياد لندن يعني أنت بتكلمه يا جماعة تتكلمه في إيه أحمد فتح لعب دولي وهو سنه 17 سنة أحمد فتح هو تالت لعب مصر تتكلمه بلعب منتخب ناشئين وشباب وأول يعني أنت لدلوقتي أعتقد أنه عدد مشاركات الدولية اللعبت مصر أحمد حسن موسام حسن عصام الحضري أعتقد يعني وبعده أحمد فتح تتكلمه يعني أحمد فتح الحقيقة تاريخ تاريخ طويل لا ينفعش نتكلم نتكلم عليه لأنه أحمد هو تاريخ في حد زيته يعني إن شاء الله بإذن الله اللي جاي يكون أفضل للعيبة كله ولكرة المصرية يا أحمد أنا بشكرا شكرا جزيلا شكرا أحمد وكنت سعيدنا أنا موجود معاك وإن شاء الله يرادوكم يعملوا لويح بإذن الله يرادونا كلنا على 20 28 بإذن الله لا إن شاء الله 20 29 20 بإذن الله أتمنى إن شاء الله نفضل وراها يعني أبو بص خلينا على تليفون أنت قلت الشهر ده الدور راجع 25 نوفمبي أما هاته 25 يوم تقريبا يعني نشوف اللوايح 3 أو 3 أفضل وراها وأفضل أتكلم فيها لغاية لما يستوانا في الدور ونشوف الوضع يبقى عمل إزاي بإذن الله إن شاء الله يبقى خير بإذن الله أبو حمد أنا بشكرك وكل التوفيليك رب الفترة جاي شكرا أحمد وسعيد أن كنت معاك وكنت في قناة ناد الأهلي اللي أنا عزيزة على قلب أنا شخصية وأتمنى أنه النجاح ليها الفترة اللي جاء إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله فقرة كانت مهمة جدا مع النقد الرياضي الكبير الأستاذ أحمد عوز زميل عزيز وله أراء مهمة جدا في الوسط الرياضي ودائما الوسط الرياضي مليء بالأحداث ومليء بالكواليس لأن الكواليس بالتأكيد فيها تفاصيل وهذه التفاصيل إذا دخلنا في يعني معظم الكلام اللي فيها نلاقي أن المرحلة الجاية محتاجة شغل كتير جدا لأننا بالتأكيد بنعاني من عدم موجود لوائح منظمة للمسارقات وده اللي بيخلى بالتأكيد مشاكل دور الإعلام أنه يتكلم على ده ويبني ده عشان المرحلة الجاية وفرصة التوقف الدوري أفضل فرصة لعلاج كل هذه الموضوعات بالنسبة للمرحلة القادمة قبل مختب معكم وأشكركم بالتأكيد وألتقي بكم في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهلي الليلة مع خروج أو مع إعلان التتري فيه لقاء مهم جدا مع الكابتن محمد الشناوي حارس سامرما النادي الأهلي وأفضل حارس في مصر في الفترة الأخيرة وحارس سامرما منتخبنا الوطني في بطولة الأهم الأخيرة وكان على مشارف الحصول على القفاز الزهبي في بطولة الأهم الأفريقية حوار مهم جدا محمد الشناوي في معسكر الأهلي بالإمارات تابعوا وألتقي بكم إن شاء الله في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهلي الليلة